موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الاقتصادية الأولى ونستهلها بأبرز العنوين رئيس مجلسي الأم صالح جوجيري يؤكد موقف الجزائر الداعم لنظال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير افتتاح الجامعة الصيفية لإطارات جبهة الكوليسانيو ببو مردس موسيقى الجزائر تسجل لأول مرة الارتفاع تنوي لمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة الاقتصاد بـ 3% من الانتاج الداخلي الخام موسيقى وزارة العمل والتسوير والضمان الاجتماعي تكشف عن تخصيص 60 ألف إعانة للسكن بي في عروان سنة 2024 موسيقى أهلا بكم بداية جدد رئيس مجلسي الأم صالح جوجيل التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم لنظال الشعب الصحراوي والمساند لحقوقه التي أقرتها المواثيق والأممية ومثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجاء هذا في كلمة لقوجيل تلاها نيابة عنه محمد ريدا أوسهل نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية خلال مشاركته ممثلا له في مراسيم افتتاح الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أقول تنظمها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع صفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر في الفترة من الرابع عشر إلى الثالث والعشرين جوليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية محمد بقراء بجامعة بومردس إذن انطلقت اليوم بولاية بومردس أشغل الجامعة الصيفية لأطر جبهة البوليساريو في طبعتها الثاني عشر تحت شعار كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية بتنظيم أنشطة سياسية وثقافية ورياضية بمشاركة أزيد من أربعمائة إطار من مختلف المؤسسات الصحراوية بقى التفاصيل في هذا التقرير لابتسام بولحيا بحضور عدد من الشخصيات الوطنية سفراء دول ومسؤولين سياسيين أشرف رئيس المجلس الوطني حم سلامة على افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها الثانية عشر بولاية بومردس حيث جاءت تحت شعار كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية تأتي في هذه التطورات المتلاحقة ليحضرها مئات من الإطارات الصحراوية لمثل العديد من القطاعات والمؤسسات حيث يتواجد الصحراويين وهي فرصة للاطلاع على آخر المستجدات سواء منها التطورات على مستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي والاستفادة من المحاضرات التي سيقدمها دكاترة وأساتذة في مختلف المجالات الأسبوع الأول من التظاهرات يتخلله عدد من المحاضرات يلقيها محاضرون جزائريون وصحراويون لكونه فضاء للتلاقي والتفاعل الإيجابي بين الشعبين الصحراوي والجزائري ولتعبيد الطريق نحو مستقبل مشترك وزاهر حسب ما أكده رئيس الجامعة الصيفية أمر به المامي الداي وهي أيضا مناسبة للطبقة السياسية والمجتمع المدني الجزائري للتعبير عن تضامنه مع هذه القضية الصحراوية وأيضا مناسبة للقيادة الصحراوية والأطر للشكر الجزائر شعبا وحكومة وقيادة على رأسها الرئيس عبد المجيد تبون على ثبات في الموقف والدفاع عن القضايا العادلة في العالم وكل هذا سيعطي حوافز جديدة لمواصلة النضال والكفاح لاسترجاع الحقوق المغتصبة وطرد الاحتلال واسترجاع السياسة الصحراوية تعد هذه الجامعة الصيفية بمثابة فرصة مواتية للتعبير عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي وتأكيد مطالبه التحرورية المشروعة سجلت الجزائر عام 2023 ارتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع حيث قارب 80 عاما حسب ما كشف عنه ديوان الوطني للإحساءات ويتدرك وفق ديوان ترجمة للجهود التي بدلتها السلطات والعمومية من أجل تحسين رفاهية السكان وكذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية باقي التفاصيل في التقرير التالي الأرياحية الاقتصادية التي تعيشها البلاد وكذا التحسن في المستوى المعيشي القيا بظلالهما على متوسط العمر المتوقع لدى الجزائريين الذي بلغ 79.6 عاما حسب ما أكده الدوان الوطني للإحصائيات هذا الارتفاع الملموس وفق المصدر ذاته مرتبط بعدة مؤشرات سيما منها المتعلقة بتعزيز وتدعيم المنظومة الصحية للبلاد على غرار الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها والتكفل الصحي علاوة على عوامل التنمية الشاملة إصلاحات الميزانية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من عام كرست كذلك تغييرا جذريا في تسيير المالية وميزانية الدولة حيث جاء قانون المالية لعام 2024 ليعزز مكاسب الطابع الاجتماعي للدولة خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من رفع أجور الموظفين والرفع من قيمة نفقات التحويل التي بلغت 4208 مليار دينار إضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة التحويلات الاجتماعية المتمثلة في المنح والمعاشات والإعانات التي تمنحها الدولة من 1900 مليار دينار جزائري عام 2020 إلى 2900 مليار دينار بعنوان العام الجاري مع تخصيص 704 مليار دينار لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ويعتبر ارتفاع متوسط العمر المتوقع مثالا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته البلاد ومن المنتظر أن تستمر نفس الوتيرة في الأعوام القادمة حسب التقديرات وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات الهامة التي تقوم بها السلطات العمومية أعلنت مديرية أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطنية أنها ستفرج عن قوائم المترشحين والمترشحات المقبولين للمشاركة في مسابقة الالتحاق بمختلف مدارسها المنتشرة عبر مختلف النواحي العسكرية الست وهذا ابتداء من الخامس والعشرين جولي الجاري على أن يتم سحب الاستدعات عن طريق الموقع الإلكتروني في نفس اليوم حيث سيخضع المشاركون في المسابقة إلى امتحانات في مدى الرياضيات والعلوم الفيزيائية واللغة العربية كما سيخضعون إلى فحص واختبار لللياقة البدنية ارتفعت نسبة تمويل المخصص للبحث العلمي والتطوير والابتكار إلى 3% من الإنتاج الداخلي الخام بعدما كانت لا تتجاوز 0.1% وهو الحد الذي تصله الجزال لأول مرة نور الإسلام قليل والتفاصيل في عصر سريع التغير ومستمر التطور بات الإنتاج المعرفي يحقق قفزات هائلة يوميا في مختلف أنحاء العالم كما أضحى الاقتصاد العالمي قائما بالدرجة الأولى على كل ما له علاقة بالمعرفة والمعلومات والبحث العلمي والتطوير الجزائر من جانبها تقتحم اليوم صار مواكبة التطورة الجم التي تطرأ على العالم وتعقيد العزم على الرفع المستمر من كفاءتها العلمية والمعرفية فالبلاد اليوم تخطو خطوات ثابتة وواثقة في سبيل تعزيز الاعتماد على البحث والتطوير فنسبة هذه الأخيرة تلطفع حاليا إلى ثلاثة بالمئة من النتج الداخلي بعدما كانت في وقت سابق تساهم في حدود صفر فاصل واحد بالمئة فقط إننا خاص على المؤسسات الناشئة وتطوير هذا النوع من المؤسسات الذي يرتكز على الإبداع والابتكار وتوليد الأفكار الجديدة التي من شأنها أن تجد حلا للمشكلات الاقتصادية وتقدم إضافات نوعية لقطاعات اقتصادية استراتيجية على غرار قطاع الفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة وكذا القطاع السياحي المؤسسة الناشئة تحمل على عاتقها اليوم مسؤولية كبيرة استنادا لجملة التحفيزات الحكومية فتكفل بكافة المصاريف الخاصة بالاحتضان لصالح أصحاب الأفكار المبتكرة إضافة إلى ما جاء به قانون المالية من تحفيزات وتسهيلات لكل ما يتعلق بنفقات البحث والتطوير هذا من شأنه أن يعطي تمارنا في المستقبل القريب خلال تطوير عدد المؤسسات الناشئة وكذلك قيمة مساهمة المؤسسات الناشئة ونسبة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي سعي دؤوب ومتواصل ذلك الذي تعيشه الجزائر من أجل النهوض باقتصادها الوطني مجهودات تهدف إلى خلق نشاطات جديدة ومبتكرة تكون فيها المؤسسة الناشئة محورا جوهريا في العملية وتتصدر فيها المعرفة والبحث العلمي الواجهة ما من شأنه أن يجعل الجزائر رائدة بحق في هذا المجال قريبا صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسومان رئاسيين جديدان يتحان إمكانية تصريح المسؤولين بالممتلكات الإلكترونية والثاني يحدد كيفية العملية ويتعلق الأمر بالموظفين العموميين باقي التفاصيل في التقرير التالي لخالدة أفليس تصريح المسؤولين والموظفين السامين بممتلكاتهم لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بات ممكنا بصيغة إلكترونية عن طريق استحداث منصة رقمية حسب ما ورد في آخر عدد للجريدة الرسمي ووفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض يعتمد نفس النموذج المشار إليها في عملية التصريح بالممتلكات في الشكلين الورقي والإلكتروني ويتم التصريح بالممتلكات عبر المنصة الرقمية بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليها من طرف سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كما ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي وتتيح هذه المنصة على كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة السادسة من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته منصة تندرج في إطار رقمنة قطاع العدالة التي تعاول الجزائر عليها لمكافحة الفساد ما سيسهم في التقليل من العمليات المشبوهة واسترجاع الأموال المنهوبة لتعزيز مصادر دخل الخزينة العمومية تخطو الجزائر خطوة ثابتة نحو الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات الأمر الذي يركز عليه رئيس الجمهورية ويوليه أهمية فائقة بغرض تحقيق السيادة الرقمية للدولة وهو ما بتا يتجسد حاليا على أرض الواقع عبر الأرقام والبيانات التي تصدرها مختلف القطاعات الوزارية خطوات ثابتة تخطوها الجزائر لرقمنة مختلف القطاعات الوزارية وهو ما تجسد خلال عهدة الرئيس عبد المجيد تبون وتؤكده البيانات والإحصائيات التي تصدر عن قطاعات الدولة حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها أنها استكملت عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير البوارد البشرية على المستوى المركزي وكذا المحلي وعكفت وزارة الداخلية على وضع حيز الخدمة عدة أنظمة معلومات وتطبيقات رقمية حيث تم استكمل عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير البوارد البشرية على المستوى المركزي وكذا المحلي نظن أن التحدي راه كبير وما يخفلكمش أنه رقمنا مش بشيء سهل يعني لن ننتظر أنه في بينا عشية وضحاها نقدر نوصل إلى رقمنا حقيقية لازم تضافر الجهود ولازم يكون يعني تكون البيئة القانونية لازم يكون كاين تنسيق متكامل ما بين الحكومة ما بين المتعاملين الاقتصاديين ما بين المواطنين حتى نصل إلى رقمنا حقيقية بالموازات مع ذلك أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إطلاق 127 خدمة إلكترونية بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية الشاملة خدماتي التي تسمح بالولوج إلى ما يربع عن مئة خدمة وإيداع ومتابعة الشكاوي إلكترونيا نظن أنه الشيء المهم يجب أن نعطيه في هذه المرحلة وهو يعني حماية البيانات أمن المعلومات أمن الأنظمة تثقيف وتحسيس المواطنين يعني بالاستخدامات هذا الوسائل الحديثة ونظن أنه رقمنا شيء نقوله محتم علينا رايحين له لازم نروحوا له باستراتيجية وبرؤية خير من لا نكونوا نوصلوا يعني متأخرين ونكونوا يعني ربما ضحية لهذا التأخر التسريع في وطيرة الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية تحديات وريهانات تسير الجزائر في طريق كسبها تحقيقا لسيادة الرقمية للدولة وهو ما يحرس عليه رئيس الجمهورية الذي شدد في كل لقاءاته مع أعضاء الحكومة على إلاء الأهمية البالغة للإسراع في رقمنة مختلف القطاعات أهمها القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد وإحصاء الثروة مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة للمقاومات المالية والمادية بكل أشكالها أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في صل بن طالب حرص الحكومة على اتخاذ كافة الترتيبات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين كما تم إطلاق برنامجا يتضمن منح 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024 لبناء السكن الغفي لفائدة العمال والمتقاعدين المزيد في هذا التقرير لأمينة أوكالي دعما للقدرة الشرائية للمواطنين تسعى الحكومة لتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين تكريسا لقيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التي بنيت عليها أركان الدولة الجزائرية ففي هذا السياق قد تم تقدم أربع زيادات متتالية للأجور خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 استفاد منها أزيد من 2.8 مليون موظف ومتعاقدا في الوظيف العمومي زيادات متتالية للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2024 استفاد منها أزيد من 2.8 مليون موظف ومتقاعد في الوظيف العمومي عفاء الأجور التي لا تتجاوز 30 ألف دينار جزائري من الضريبة عن الدخل الإجمالي تبقى لتركيهات السيد الرئيس الجمهورية فضلا عن التثمين السنوي والزيادات الاستثنائية لمعاشات ومينح التقاعد التي رصد لها خلال السنوات الأربع الماضية 2020-2024 غلافا ماليا مقدر بحوالي 1.100 مليار دينار جزائري هذا وأشار الوزير بخصوص مجال بناء السكن الريثي إلى إطلاق برنامج يتضمن منح 60 ألف إعانة بعنوان العام 2024 لبناء السكن الريثي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين بغلاف مالي قدره 30 مليار دينار تم إطلاق برنامج يتضمن منح 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024 لبناء السكن الريثي لفائدة العمال والمتقاعدين وقد خصص الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لذلك غلافا ماليا قدره 30 مليار دينار جزائري ووضع نظام معلوماتي لتسير هذه العملية وتمكن المواطنين من إداعي ملفاتهم عن بعد إجراءات شهدتها الجزائر في مجالات متعددة وكلها ذات بعد إيجابي للمواطنين خاصة فيما يخص الزيادات في الأجور ومنح البطالة وغيرها في انتظار إجراءات وإصلاحات ثانية لضمان ظروف معيشية كريمة للمواطنين كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مسجداتها الدخول الجامعي المقبل وكل ما يتعلق بالتسجيلات والتوجيه نحيك عن تعزيز الهياكل البيداغوجية واستحداث عروض تكوين جديدة المزيد مع إميران كيش تنطلق التسجيلات الجامعية الأولية لسنة 2024-2025 الأسبوع المقبل بداية من 23 جوين الجارية وإلى غاية 27 من نفس الشهر وستكون نتائج التوجيه حسب المنشور الوزارية المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حامل شهادة الباكالوريا يوم السادس من أوت المقبل هذا وسيعرف الدخول الجامعية المقبل مستجدات عديدة هذه السنة حيث تقرر تعزيز شبكة التعليم باستحداث عدة عروض ودخول مدارس جديدة حيز الخدمة كاستحداث دورة خاصة للطلب في اللغة الإنجليزية واستحداث شبكة المدرسة العليا الوطنية بالمدرسة السيبيرانية بسيدي عبدالله وفتح خمسة عروض تكوين في الميكانيكا السيارات لجامعة الجزائر وكذا تكوين في مجال النسيج في جامعة غنزان واستحداث محهد للفنون بوهران مواكبة للتخصص الجديد الذي أدرج في قطاع التعليم حيث سيتم تخرج أول دفعة في تخصص باكالوريا الفنون خلال سبتمبر المقبل كما سيتم استحداث خمسة عشر شهادة مزدوجة أي باكالوريا واحدة لشهادتين جمعيتين وفي إطار رقمانة كل عمليات قطاع التعليم العالية تم استحداث ثلاثة تطبيقات رقمية جديدة لحامل شهادة الباكالوريا ويتعلق الأمر بتطبيق اكتشف فرصتك مخصص للتوجيه وتطبيق توجيهك للتخصصات والشعب والميدين طبقا للمعدل بالإضافة إلى تطبيق اكتشف المهن لموافقة التخصص الذي يختاره الطالب توجه القطب الجامعي لرقمانة التعليم وإدراج جامعة مرتبطة رقميا بمجال التعليم يزيد من الانفتاح العالمي للطلب على المستوى التعليمي والمهني فعرض أمسي السبت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى محاولة اغتيال خلال تجمع الانتخابي في بنسلفانيا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لأمينة جوبي في مشهد لم يكن الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبس إلى محاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ما تسبب في إصابته بجروح في أذنه ومقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة إضافة إلى تحييد منفذ العملية المحاولة ليست الأولى التي فشلت في اغتيال ترامب ففي عام 2016 سحب رجل مسدسه من أحد ضباط الشرطة خلال تجمع في لاس فيغاس وحاول إطلاق النار عليها وبعد مرور عام سرق رجل آخر رافعة شوكية وقادها لاختراق موكب ترامب في نورت داكاتو لكنه فشل أيضا للرؤساء والمرشحين الأمريكيين تاريخ في سلسلة المؤامرات ومشاهد الاغتيال ففي عام 1865 اغتيل الرئيس السابق الأول أبراهام لينكون في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة تم اغتياله بسبب مواقفه المناهضة للعنصرية وبعدها تكررت الحوادث مع كل من جيمس جارفيلد رئيس العشرين للولايات المتحدة ولم يجلس على كرسي الرئاسة سوى أربعة أشهر عام 1881 واغتيل الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي عام 1901 أثناء حفل استقبال في أحد المعارضة لنصل إلى محاولات الاغتيال الفاشلة لكل من الرؤساء الثلاثة فرانكلين روزفيلد عام 1933 ورونالد ريغان عام 1981 وجورج دابليو بوش في 2005 بدأ العدو التنازلي لانطلاق العلعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين التي تعرف مشاركة أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية سيمثلون أكثر من مائتي لجنة أولمبية دولية الجزائر من بين هذه الدول حيث تسعى إلى إعادة مجدها الرياضي من خلال هذا الحدث العالمي المزيد في تقرير مرواحد الجزائر تقطع 46 تأشيرة للمشاركة في أولمبية باريس الفين واربعة وعشرين فهي اليوم تسعى لاستعادة ذاكرة التألق في الأولمبية بعد أن غابت عن ملصة التدويج في النسخة الماضية التي احتضنتها اليابان عام 2021 يعلق الجزائريون آمايا كبيرة على نحبة من الرياضيين الذين بإمكانهم تشريف الراية الوطنية ومن بين هؤلاء المعول عليهم لضفر بأحدى الميداليات جمال سجاتي هذا العداء المتواجد في أفضل رواق من أجل التدويج بالمعدن النفيس في تخصص الثمنمائة متر لا سيم وأنه حقق عدة نتائج تاريخية خلال ملتقى الدوري الماسي كيريا نمور أمل آخر لجزائر هذه الرياضية المتألقة في تخصص الجنباز حصدت الميداليات الذهبية في عديد دورات الدولية التحضيرية لأولمبية باريس تنتظر الجزائر سطوعها في هذه البطولة كما تتجه أنظار الجزائريين نحو إيمان خليف في رياضة الملاكمة آملين أن تحقق الذهب للجزائر هذا بعد فوزها بدورة أمريكا المفتوحة للملاكمة ودورة بوكس إيند هوفن في وزن 66 كيلوغرام من جهة أخرى يترقب الجمهور الرياضي نجاح ياسر تريكي في الوثب العالي فمن خلال الأرقام التي حققها مؤخرا في المنافسة التحضيرية يحاول اليوم الحصول على إحدى الميداليات رغم صعوبة مأمورية تألق جزائري ينبئ بمشاركة مميزة في أولمبية باريس بنخبة تمزج بين الشباب والخبرة والجودة العالية هي أسماء ستبذل قصر جهدها في سبيل رفع الراية الوطنية وعسف أشهد قصما في أكبر المحافل الرياضية وفي الختام التذكير بأبرز العنوين رئيس مجلسية الأم صالح جوجيلي يؤكد موقفا جزائر الدعم لنضال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير في افتتاح الجامعة الصيفية لإطارات جبهة الكليساريو بيمو مردس الجزائر تسجل لأول مرة ارتفاع تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة الاقتصاد بـ 3% من النتيجة الداخلي الخام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تكشف عن تقسيس ستين ألف إعانة للسكن الريفي بعنوان سنة ألفين وأربعة وعشرين دمتم في رعية لوحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته